موسيقى والله اقول له يا اخي انت شخص ثمانيني حرام عليك موسيقى موسيقى في ناس عندها مليارات ولكن بخيلة عفان الله بخيلة للأسف موسيقى اقول له انا ما راح يسامحك لا دنيا ولا اهلا موسيقى 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 مرحبا بك في بلادك مرحبا بك في بلادك 30 سنة ثلاثين عام وهذا الشيء اللي خلق اللهجة ديالك انا ما عشت بالدولة سنة ولا سنتين انا ثلاثين سنة تقريبا عمري كله فانا لما ارتاح ارتاح اتكلم باللهجة اللي انا تعودت عليها لا اقل ولا اكثر نعم ثلاثين سنة لها عمر قلت انا مغربية حتى النخاع هم مغربية اب مغربية الحمد الله قلت لك اللي ماله اول ماله تالي منين اصلك نجلة انت رباطية نعم ثلاثين سنة ثلاثين سنة لها عمر انا كما قلت معرفت علىش بالضبط خصوصا باللكنة الخليجية واللهجة الخليجية يكون واحد العتاب لاش البنات مني كيبشلتما ولكن ثلاثين عام رامني كنسمعو ثلاثين عمرها عمر وانتيها حلغة يكون عندك في عمرك اذك ساعة مشيتي مازالة طفلة اكيد اذا حضورك اليوم هذه الندوة الموضوع الثاني لما اقول لك انا عيشة ثلاثين سنة هذه تكفي هذه تكفي عيشة مع والدتي الله يرحمها ودخلت مع والدتي الله يرحمها وراحت للجنة وهي في بلادها الحمد الله بعد سنة ونص من الدخول دخلنا في عشرة مارس 2020 وانا عندي اهل هناك امي عاشت معي خمسة عشر سنة والبركة فراس والدقيقة القبور فقدان الام شي حاجة شي حاجة كثيرة اذا ندخلو نيشا في الموضوع نجلاء باش نحيدو التوتر بناتنا اللي يحسن العون انا حاس بك متوترة انها ماشي سهلة انك تكون في هذه الظروف وفي هذه الوضعية وخصوصا الهجوم اللي تعرضت لي تواجد ديالك اليوم في الندوة نعم انا جيت بطلب من المحامية التبعي الاستاذة مريم الادريسي وانا اتق فيها وخلاص مرت علي رباط وشلتني وجابتني هنا وبترجعني الحمد لله اذا حضرتك ضحية انا حضرتك ضحية للانسانية انا ما عندي اغتصاب ولا فهم في الاختصاب ولا اي شيء ولكن انا اعتبر الاختصاب اغتصاب الاخلاق الادعاءات باسم حقوق الانسان الادعاءات لما اغتصب هذا الشخص حرمة الاموات ويتكلم على امرأة توفت امو السنة الله يرحمها الله يجعل مثواها الجنة وياخد حقها ان شاء الله ويقول يماها ويسب شطاحة رقاصة ويقول انا بربيها انا ربتني امي اللي 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 ولدت فيني الاخلاق والكرم اني اثيق في شخص مثلك ثمانيني يعني او انك كملت ثمانين سنة للاسف اني اه انزل من دولة لدولة وانت تلح علي بالمسيجات وبالرسائل وبالكلام وبالاوديوهات وكل شي بقي عندك محفول طبعا ومع المحكمة وتلح علي بالمسيجات وبالكلام الى ان نزلتني استدرجتني استدراج وفي النهاية ضحكت علي نصبت علي انا استغرب هل انت محتاج ما شاء الله لما كنت وزير حقوق الانسان الان انا فهمت الفيلم هنا في المغرب فهمت القصة كاملة اشهر معدودة على اصابع اليد اكلت اين قلت بس شبعت يعني ولما انتحديتك في شي بسيط مبلغ بسيط تتكلم في الهردقات وفي الكلام الفاضي والتمويه والتضليل وتغير الموضوع نجلة ممكن وضع اكتر انا في رأيي انا اغتصاب اغتصاب ماشي دائما كيكون جنسي اغتصاب الانسانية اغتصاب اغتصاب الانسانية راه المرأة مع المرات تعتبرها اغتصاب الانسانية اغتصاب المبادئ اغتصاب العديد من الامور وخصوصا ميكا جيم عند واحد شخص اللي كناك نظنوه انه الهتقى وانه واحد انسان لي في المستوى نجلة باش نوضحوا المشاهدين كيف تم اللقاء بينك وبين الاستد تم اللقاء انا لولا قضيتي في الامارات وشاركتي وحقوقي اقولها واعيدها ما كنت حارف هالشخص نهائيا ولولا اسم حقوق الانسان وهو وزير سابق لا يمكن كنت هتكلم مع احدى الموظفات عندي اقول لها طلعي لي رقمه من النت انتي كان خصك رقم دي المحاميين في المغرب لا كنت اعرف انا انا اتعرفت عليه في الامارات وانا في الامارات قلت لها طلعي لي الرقم طلعت لي الرقم تواصلت معه نفس الكلام اللي قلته من خلال نعم لولا هذه القضية الاساس انا ما كنت بتواصل معها مع هال ما شما سانت قريبة نجلة اواخر 2019 نعم وانتي كان خصك ضروري محامي من المغرب لا انا عندي محاميين يا حبيبتي مشكورة على السؤال عموما انا عندي محاميين اوجه لهم تحية الاستاذ احمد الميدور المهيري والاستاذ عبيد الفلاسي اوكي هذه الناس فعلا اخذوا القضيتين اللي هي قضية شركتي غاية الانتاج والتوزيع الفني اوكي وقضية والدتي اللي عشان اني انا ما تنازلت على القضية عند النائب العام طلع عليها منع سفر وضبط واحضار الوليدة الله يرحمه الله يرحمه اشان هددوني وناس كبار في البلد وانا كنت ابي اوصل هذا شي في الامارات ايوالي حاكم دبي انا المحاميين كسبوا القضية وعندي احكام نهائية وكسبت في الجزائي وفي المدني ولكن لم ينفد فكان لازم في النهاية حتى المحاميين قالوا لي قالوا لي احنا وقفونا هنا في هاللاين قالوا لنا خلاص وقفوه هي تروح تنفد انا هنا ما اقدر اضحي بحياة امي فاقدة الاهلية لأي ان كان لو مليارات الدنيا باسرها لا يمكن لازم احل انت عندك ضد من انا شركتي غايتي للانتاج توزيع الفني اخدت مني بالباطل بالقوة من طرف اشخاص يعني عندهم نفود في الدولة من طرف اشخاص انا كنت ترافع قضية في المحاكم هناك وتحديدا في مركز فضل منازعات الاجارية المختصة بالمستثمرين وبالاستمارات اللي في دبي والاسف انظلمت انا لم اتنازل في القضية اخدت مني الشركة اللي اسستها من لا شيء من الاسم من اللقاء الامني من البداية خدت الترخيص من وزارة الاعلام من الدائرة الاقتصادية اخدت المكان يعني تقريبا من اكبر المكاتب في البرج عملت له احلى الدكورات حساب بنكي كل شيء من اي وزارة لان انا اخدتها على المحارة ماذا سمونا هنا يا أستاذة المحارة لسيزة مكينة حلام بسيزة كلها سيبتها الزيرو حقم ان هذا هو المجل ديالك الغناء ودك شيء اعطيتها من قلبكم صحيح هذا اللي جمعت في حياتي حطيته في هالمشروع لان هذا المشروع اللي انا احبه حطيت كل شيء اسستها ديكورات وكل شيء عندي بالفيديوهات موجودة طلع صاحب البرج طمع في الشركة اخدها هي جاهزة يمكن انا لو اشتريتها لم تكن تكلفني هالمبالغ اللي انا صرفتها علي فرفعت قضية في مركز فض المنازعات الإيجارية اللي هي تعتبر محكمة تختص في القضايا التجارية وانظلمت أنا أبري حقي من ولي أمر الدبي قلتها انا تاتبوا يكلمونين يقولون عني انا اطلب من احد لا يطلب صدق من احد وما اشحت من من احد انا اطلب حقي وعمري لو لم تطلبشفي طلبت انصافي بالقانون ثم لا يصطرون ليه compact OP ضرOR انه يلت لو طلبت الناس بحالي فام يبلرد حرقك وقلت لو طلبت صداقة ما يقصرون وعلى الأقل يعتوك غير حقك بلا صداقة يا حبيبتي ما فهمتيني أنا لو طلبت ما رح أستحي ما رح أخجل من نفسي رح أقول أنا طلبت من أحد ولكن تطلبت حقك حقي اللي أنا تعبت عليه سنين اللي ضحيت في طفولة في شباب في مجال أنا أحبه يعني أنا ما تكلمت رايحة أتبلع على حد ولا رافع أنا رفعت قضية إلى الأن أنا ما عرف كيف تسكرت مي اللي تسكرها فأنا لما المحاميين الأخوان اللي أنا ذكرت أساميهم خلصوا وقفوا لأنه خلاص تسبوا الجنائي الجنائي معه ما قدر أطلع أسرار الناس هناك في الجزائي الشخص اللي كان مشرف على هذه المهمة أنهو خدماته وفي الشق المدني هناك مبلغ ولكن ما تحصلت على أي شيء يعني وصلوا للتنفيذ قالوا لك سلي نفيدين زي الراس أوكي فكلال القضية قالوا لي اتنازلي ما تنازلتي بنعمم على أمك أمي هل يعقل بالعقل يا ناس بالعقل يا مغاربة العادي يكذب عليكم هذا الشخص بالأساليب الملتوية إنسانة مسنة سبعينية فاقدة للأهلية يعني عندها الزهايمر يعني أنا عندي وصاية من ذات الدولة من دولة الإمارات يعني مش من المغرب أيوة من محاكم دبي أني أنا الوصية الوحيدة عليها أمي الله يرحمها هل يعقل أنه دولة الإمارات تتعمم على إنسان فاقد الأهلية وسبعيني ويطلعوا لي قصة ما أعرف من وين جابوها من سنة 2010 ما أنا قريت ما عندها تدفع حق غرفة وصالة وأنا لما جتني الوالدة الله يرحمها ويجعل متواه الجنة كانت عندي أملاك في الدولة أملاك وأقولها الآن أمام العالم أنت تعتقدين أخت زهرة فاطم زهرة زهرة حبيبتي تعتقدين أني أنا أقدر أطلع في الإعلام وأتكلم كلام ما عندي عليه مستندات نعم إذن نوصلوا القضية اللقاء ديالك مع شخص اللي عندك ما هموش فيه أتكلم أرسلت لي حتى المحادثة بيني وموظفة عندي موجودة هي جنبي قلت لها أرسليلي الرقم أرسلت لي الكرت مكتوبة فيه محامي أو نقيب كذا 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 انتصلت فيه نفس الوقت تواصلت معه قال لي خلاص تكلميني بعد نص داعة أنا عندي واتساب على نفس الرقم عرفك لا ما عرفني ما فيتين تلقي تقبل لا لا أبدا إطلاقا إطلاقا بس أنا قلت له حكيت له الموضوع أنا فنانة كذا أرسلت له فيديو كيبات أرسلت له موقع من المقر لا لا من وين أنا عشان يتأكد أني أنا لوكيشن الحمد لله لوكيشن أيوة هذا الكلام أواخر 2019 وبس أرسلت لكل المستندات وبعدين ولكن السؤالي يريد أن يصوم لك وش هو يقدر يمشي الإمارات وينفد أنا ما عرفها أنا مشكلة لا أنت عرف القانون دي الإمارات وش موحامي يجي من المغرب مثلا يقدر يمشي نفد أنا سمعت وزير حقوق الإنسان وشفته طالع يتكلم بالإنسانية وكذا فقلت أنا مسكرين علي الأبواب عشان أنا راجعت كل الدوائر وزارة العدل قسم الفساد الإداري هناك الديوان ما خليت مكان ما خليت مكان كل شيء ما تذكر الآن لكن كل شيء موجود عندي يعني قلت هذا حقوق الإنسان غد يوقف معي غد يخوه ياخد بيديا هزير حقوق الإنسان وكذا لا يمكن إن شاء الله يدخل على الخط وياخد لك حقك ويستقبلونا هناك وعطوني حقي وخلاص مع السلامة نعم فبعدين قال لي أيوة أنا بنزل إن شاء الله وبجيك وقسم بالله رح أجي الإمارات قلت لها أنا أرسلك الآن تيكت أرسلك أحجز لك هنا بأوتيل اللي تبغي قال لي لا لا لازم تجي الأول المغرب عشان أشوف الأوراق والمستندات وتسوي لي توكيل هنا بالخارجية وبسفارة الإمارات قلت لهم والله أمي مريضة وكذا المهم ألح علي ونزلني نزل أسبوع طلعت أسبوع من تحت الأرض قلت أمري لله وأنا جاي عشان أنا أنا سفرت من الإمارات للمغرب عشان أمي لأنني ما عدت تفكر في حقوقي ولا في أملاكي ولا في أي شيء نحن نعرف اليوم مكين ندودي الضحايا فيهم بزيف اغتصاب العنف أنت أش من صنف من الضحايا اغتصاب للإنسانية اغتصاب باسم حقوق الإنسان نصب وحتيال قضية نصب وحتيال فاش نصب عليك يفتدرجني قضية تهديد قلت لك أنا نصب علي في أغراض ثمينة شريطة لها يمكننا أجب فيها عشر محامين مثلا في حالة أغراض ثمينة ساعات كل شيء موجود ساعات شنط كمبيوتر أغراض عطور دهنعود هو طلب القهوة السعودية كمية من القهوة السعودية وطلب الكوكونوت أويل هذا اللي أنا مجنني للأسف في ناس عندها مليارات ولكن بخيلة عفان الله بخيلة للأسف بخيلة للأسف وعندهم بقاحة مستعدين يطلعون يضللون الرأي العام أنا ما عندي كلام أكذب عندي كل شيء موتق عندي أكذب فيه أنا عندي كل شيء موتق طبعا أنا أتحمل مسؤولية كل كل ما أقولها انت عقتي وفقتي يا نجلاء وحسيتي أنك تعرضي للنصب للأسف 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 بعدما أصار الفاس في الرأس هذا مثل خليجي نعم تحرش بك معلومة واصلة وفعلا كان كيرسل لك صور إباحية القضية ما أقدر تكلم فيها أنا لازم أرجع للمحامية حقي نعم الأسادة ماريا من إدريسي وأشوف إذا أقدر أجاوب على هذا السؤال ولكن أنا أقول لك كل شيء موجود وموتق بالمحكمة بالمستندات بس أقول لما حدي يتكلم على رموز البلاد وحتى لو أي إن كان حتى لو إنسان بسيط ويلفق لتهم أنهم صورين في الحمام الله يعزك وفلان وفلان حد يصور حد في الحمام حد ماسك تليفون ويصور من اللي يصور يعني كنت تسمى سيلفي من كانش تليفوني أنا وكان صور حد ماسك تليفون الصور كذا ويصور من اللي يصور من اللي يصور والله أنا والله إلا ما صيفتمش أنا بإيدي ما ياخدهم لي هاتش واحد أنا مقهورة يعني رأفة به والله أقول له يا أخي أنت شخص ثمانيني حرام عليك أنت لما تقذفني أنا أو تسبني أو تنكرني أو تكلم عليك مارتي ولا مدري شو عادي لكن خلي الحرمة خلي الأموات لا تترق للحرمة الأموات خلي الحرمة لي الأم ديالك رحمة الله عليها والله ما بسامحة والله ما بسامحة وذنوبي إن شاء الله بالحق بتظهر قدمتوا شكاية قدمنا شكاية ومؤخرا قدمنا شكاية ثانية بخصوص هذا الشأن السب والقادف والتهديد أنا عندي تهديدات كثيرة منها ما هي أول مرة يعني قبل ما تخرجي الإعلام كانت عندك تهديدات من طرفه باش ما تخرجيش الإعلام و باش ما تقوليش بأنها كان كيرسل لك صور و بأنها كان كيتحرش بك و بأنها كان كيبتزك و بأنها كان كيبتزك تقريبا المبلغ اللي نصبع لك فيه تقريبا شحالة نجلة شوفي أنا بالدرهم الإماراتي موجود في شحالة قريبا في القضية في المحكمة لا بالملايين بس ما يهمني ما نعرفش أنا بالدرهم الإماراتي يعني اسقل بلمغري 約 درهم إماراتي 2.70 2.52 لوجد درهم 7 درهم إماراتي و هي قضية بالملايين درهم الإماراتي لا ملايين الأعمال عمال أعي العمال لماذا تفقتي على التراسك أنك تقدمي شكاية بأن هذا السيد تعرفته من طرفه للناصب والإحتيال والإبتزاز أنا نزلت، أريد أوضح للناس يدورون ويقولون ويتكلمون من الناس اللي بيوديهم في داهية مع رب العالمين اللي يشلون دنوب من وراه هو يعني لأنهم لا شافوا ولا سمعوا قاعدين يشلون دنوب نعم على الأقل على المرأة اللي توفت واللي رحت الجنة بإذن الله أبغي أقول لهم والله نسيت، نسيتني يا بنت الحلال ما شو بغيت تقول لي للناس اللي كي تدورونه بسببه هواية هما ما عارفين شلقي الساقلت أيوة صحيح أن أقول لهم أنتو أنتو لا شفتوني يعني كثي ناس ما عندهم تعالقه ما شيفتوني ولا قابلتوني ولا أي شيء، أقول حتى لو أصغر شخص ما أحد صورها، هو مصور نفسها، مخصوص الصور يعني ما أدري والله نسيتني في شيء كنت أبغي أقول ما عرفتكش كنت يبغى تكلمي على شيء صديق دياله عنده نفوذ، كنت يبغى تكلمي على شيء لا لا، في صديق له، أنا اشتكيت عليه، صديقه كان دايما يمدح فيه ويتكلم عنه قنصل سابق، سابق منذ سنوات، وذكرت اسم القضية تلقيته معه؟ أم أصدقاء، واشتركوا في كتابة الخطاب اللي توجه للسفير سفيرنا سيد محمد في أبو ضبي لرفع منع السفر على والدتي، هم الاثنين، ويعرفون بعض طبعا وأصدقاء ودايما يكلمني عنه ويمدح فيه، القنصل يمدح في الشخص الثاني ما كنت أطالب اليوم نجلأ؟ ما أريدك؟ أنا أريد أن الأمور تأخذ مجراء القانوني بدون أي تدخلات ولو يدخلون حد يدخل، ما يدخل صالحة، يستغل نفوذة إن كان وزير وكذا نحن في دولة الحق والقانون، نجلأ أنت تعرف هذا الشيء، نحن في دولة الحق والقانون، في دولة مؤسسات، في دولة الواحد مهما كان عنده نفوذ إلى دردن بكي سهل العقوبة لو أنت شفت هاد الند ورا فيها ضحايا، اللي كانوا ضحايا دي الناس اللي كان عندهم نفوذ وكانوا مشهورين، وكانوا مشهورين وراهم الآن في السيجن يعني الحمد لله إحنا نرى في دولة اللي كتحتارم المواطنين ديالها وكتحتارم حقوقهم وكتحتارم ضحايا وخصوصا هذه الجمعية الدارت من أجل ضمان حقوق ضحايا التعنيف والاغتصاب لأن الغتصاب كيفما قلنا مشي وفقط ممارسة الجنس ولكن الغتصاب لكي يكون اغتصاب إنساني، اغتصاب ديال الطهاد بالكلام النابي ببعت أولى إرسال صور إباحية الأشخاص، هادرتها وراه نوع من الاغتصاب أنا بغيت أقول لك من ساعة أنه يتكلمون ويقولون وين كانت من زمان الآن في 2021 طلعت بعد جيتي كاتهضرين؟ أيوة عيب عليكم، أنا كنت مشغولة وضاعة ومرفوعة مع والدتي الله يرحمها أمي عندها الزهايمر والسرعة تحتاج عناية كبيرة، أنا بالعاكس أنا ضحيت بأموال الدنيا بأسرها عشان سواد عيونها عشان خاطرها ما بغيت أطالب بحقوقي وأطلع في الإعلام، تتخيلين أنت أنا لو طلعت في الإعلام وسموه الشيخ محمد براشد المكتوم، سمع الظلم هذا اللي نزل علي وعلى والدتي ظلما عشان إحنا نبغي حقنا بس حقوقنا المادية، حقوقي في القضية المنظورة أمام محاكم دبي تتوقعين إن ممكن يتخلى عنا؟ لا، هو إنسان ما يرضى الظلم ولا يرضى الفساد وقالها في أكثر من اللقاء، قال الفساد في قطع رقاب، قطع رؤوس، قالها ولكن أنا اللي ما كنت أبغي أضحي حتى ولو واحد في المئة إذا طلعت وتكلمت لإني أنا لجأت لكل الأبواب لكل الدوائر الحكومية، اشتكيت في كل مكان، بس مشكلتي مع ناس كبار ما كنت أقدر أوصل هذا المشكل لك في الإمارات، كنت تكلمي عنه، نعم، 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 وجيتي باش تقلبي على حقوقي من بلادك باش يوقف معك، باش ينفعك بإسم حقوق الإنسان بس، هو ها، وسنه، أنا احترمت سنه، قلت مستحيل هذا الرجل الكبير في العمر، وطالع بهاللقاءات، ويطلع منه أي شيء، ولا واحد في المئة، يخليني أشك فيه، صدمتي فيه؟ إلى الآن، لما انطلع، وغلط على امرأة ميتة، ونكرني، لا تصدمتش فيه، لا تصدمتش فيه في الوقت، يعني الوقت اللي كان أول مررت لك شيء حاجة ليصدماتك؟ التهديد، بعدين أنا لما دخلت، دخلت كنت مشغولة في والدتي، توها توفت الآن صلى أربعة شهور ونصف، توفت تحديداً واحد وثلاثين سبعة، ألفين وعشرين، الله يرحمه، بركه، أمين، أمين يا رب والله يرحمه جاء المثوال جاء الله، فما كنت أقدر أتحرك، فضلت معها الآخر دقيقة، إثنين أنا دخلت فيه توقيت جداً حساس، إحنا دخلنا عشرة مارس 2021، الكوفيد، الوباء صار في العالم بعد أربع خمسة أيام، خلت مارس 2020، نعم، لك ساعة، كان تم اللقاء بينكم وأستاذ بين النقيب السابق أم لا؟ كانت الأمول كان ممنوع، كان الحضر، لا كان تم اللقاء الأول أما ما زال، لا 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 لا، اللقاء الأول كان في أواخر 2019، نزلت انا اسبوع وتركت والديتي هناك مع ممرضة مع خادمة مع سكرتيرا نعم قلت لي انك اسبوع غيشفرته بالزز باش خليت واحد اسبوع اللي نقدر نزل فيه ونشوف فيه هاد الانسان اللي غد يوقف معي وغد يدافع ليه طبعا لي انك علي اني انزل قال لازم تنزلين عشان تسويلي توكيل هنا في الوزارة الخارجية وفي سفارة الامارات كل شي طلبه واللي طلبه واللي ما طلبه بعد وقلت يا الله غير يقضي لي الغارة انا قلت هذا انسان كريم لما كنت اسأله على الاتعاب يقول لي لا 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 ما بريت والو والو بس جبيلي 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 جبت لكل شي مو بس هو اللي انا جبت له الاغراض حتى اللي حولينا وما بري اذكر الاسامي اقرب الناس له للاسف للاسف ويطلب مني وطلب مني هنا لما نزلت للمغرب في اواخر 2020 طلب مني طلبات شخص هو يعرفه اغراض بحجة انه بيتزوج والان يطلع يقول كمارتها والشطاحة ويمماها وانا بربيها اوكي صح انا سويت قضية من خلال محامية السب والقدف والتهديد بس وين حمايتي انا كامرأة كامرأة عشت انا في الدورة كل هذا الشخص اللي تسمحوا الله يطلع ويتكلم بكل هالعنجهية وكل هالالافتراءات على الناس والتضليل من هو؟ من يكون؟ ما يبغي يتقي الله الى الان ماذا تقول له اليوم انا جلاء؟ اقول له انا ما راح اسامحك لا دنيا ولا اخرى والله وحقي وحق والدتي بيضلي لاحقك في القبر باذن الله وانا اذا ظلمت انك او افتريت عليك او تبليت عليك يا رب يحاسبني امين يا رب يحاسبني في اقرب وقت اذا هدو مبعض النقاط اللي كنت يسجلتي هما نجلاء ان كنت ضليل كنت كذب مشكلة للصوار انا تكلمت عن التضليل والكذب وتكلمت عن الشكاية اللي الان ما تكلمناش عن الصوار قلتي بغيت تخليهم ولولا قضيتي الاساسية في دولة الامارات لن اعرف هذا الشخص ما كنت هعرفها ما كنت ما بغي عرفها ما اتمنى اشوفها حتى في الحلم اعودوا بالله والله ما اتمنى اشوفها حتى في الحلم اذا نختم معك نجلاء هذا المباشر اللي حاولت انك تعطينا فيه بعض تلميحات اللي ربما راها تفهمت وانت سرحتي بها ان تعرضت النصب والاحتيال والتضليل والكذب وارسال صور اباحية وارسائل العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعم تماما اذا نختم معكم التطبيق قناة تشوف تيفيد البت المباشر كنتم معانا مع نجلاء اللي ضحية دين النصب والاحتيال والتزاز والتحرش اشياء ما زال ان شاء الله غادي نعرفوها معاها باذن الله في الشكايات اللي قدمتها الاستادة المحمية مريم الايدريسي شكرا لك رجلاء شكرا تبارك الله عليك مع السلامة شكرا لك